مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الجزائر تضع رجال حماية المدنية تحت تصرف الشعب المغربي وتدخلها تعجيله ومواقف رائعة لأول مرة ولن تصدق كم دخلوا وفرحة شعبهم بداية الجزائر تواصل دعمها للمغرب في المحنة التي تمر بها حاليا جراء ما حدث في مراكش والوضع الصعب الذي يحتاج المزيد من الاتحال لتخفيف عليهم الجزائر هذه المرة أقرص نقطة مهمة جدا وهي بأمر من الرئيس عبد المجيد سبون لإرسال حماية المدنية للمغرب حيث أمر الرئيس سبون بوضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم يد المساعدة لشعب المغربي وبسرعة خاصة وأن هناك العديد من المناطق وتحديدا في الأرياف لا زالوا يعانون ويحتاجون تدخلا من كل دول لأن ما حدث ضخم جدا وعامل وقت مهم لإنقاذ المزيد من المواطنين فهناك كورة بأكملها سقطت وعلى كل دول تحرك سريعا كما أنه من المهم أن لا يرسلوا فقط المواد الغدائية فضروري أن يرسلوا رجال الوقاية المدنية ليصهموا في إخراج المزيد من المغرب العالقين مع العلم أن الحماية المدنية الجزائرية كانت تدخلت في تركيا وتوريا قاموا بنتائج جيدة وأسهموا في إنقاذ الكثيرين وحسب صحف محلية فإن ذلك الفريق تحديدا يعاول عليهم الرئيس سبون نظير الخبرة الكبيرة لهم في التعامل مع هكذا ظروف كما أن الشعب المغربي رحبوا وفرحوا بمبادرة الجزائر وكانت تفاعل مليء بالمشاعر وهناك ودوة أزور بين الشعبين لم يحدث منذ مدة طويلة بسبب الإعلام والفيسان الواقع وقال مدوينون مغرب أن الجزائر أثبتت حبها للمغرب وصدق نواياها ووقوفها مع بلدهم في هذه الشدة والمحنة العصيبة هاكس دول أخرى كثيرا خيبوا أملهم بعد أن كانوا دعموا سابقا تركيا الشقيق أيضا سابقا بقوة أما المغرب الشقيق فرغم المحنة لم يكن هناك صدام دول كبير كما حدث مع الدولة الأوروبية سابقا هذا ويساهم الشعب الجزائري في مؤذرة شعب المغرب الشقيق لتخفيف عليهم هذه المحنة الكبيرة وصابة وأشهد الشعب الجزائري بموقف السلطات بتحرك سريع لدعم المغرب لكن من الضروري جدا أن تفعل باقي الدول جميعها تنسيط ناء نفس العمر لأن الوضع في المغرب خرج عن السيطرة والواقعة عصفت بمناطق كبير جدا لهذا فعام الوقت مهم ويجب تعدم التأخر الحماية المدنية تبدأ العمل في المغرب فورا مع دخولها وتوجيهها من السلطات في المغرب نحو بعض الأماكن المتضررة ونسأل الله لهم الرحمة وتخفيف عليهم والصبر كما أن المحنة درس للشعبين وفرصة لتقرب وترك الخلافات للأمد لأخذ العبرة وعدم ترك الفتنين والأياد الخارجية العابدة تفرقهم الجيش الجزائري يستولي على منطقة فرنسا في النيجر وهكذا فتحوا الأبواب للجزائر بعد أن نجحت في طرد وإيقاف ماكرون وأول اعتراف وخضوع فرنسي ويقبلون لأول مرة بداية ولأول مرة فرنسا منذ بدأت قضية النيجر وكل محاولات ماكرون في التدخل عسكري وفشل كل محاولات بسبب التصدي القوي للجزائر لهم لكل محاولات وتصدت أيضا لدول الإكواس هل لنا كلهم تراجعوا وانضموا لمبادرة النيجر وبعد أن وجدت فرنسا نفسها وحيدة وفشلت أمام الجزائر ها هي فرنسا مجددا تقدم تنازلات للجزائر وتخضع لشروطها بعد القناعة تامة من الجيش الفرنسي وماكرون أن دخل النيجر أصبح رسميا مستحيلا وأن الجزائر فردت منطقها وحمد النيجر كما أن النفوذ الجزائر في النيجر بات قويا والعلاقات في القمة فهذا النفوذ بسبب صدق نوايا الجزائر عكس نفوذ فرنسا سابقا بالقوة والنهب وفر نفسهم على النيجر خاصة وأن النيجر تتق في الجزائر بعد أن استطعت حمايتهم وفرنسا تفر تباعة للإنسحاب الكلي تحت أندار الجيش الجزائري واستطعت كسب تأييد دول لمبادرتها وجهودها ضد أي تدخل عسكري حيث دخل مجددا مكروني التنسيق مع الجزائر بعد الإسارة في الأخير بخصص الأزمة في النيجر وفقدانه الأمل في الدخول وطبعا الجزائر في موقع قوة وتفرد على فرنسا تقليم تنزولات كثيرة والخضوع للأمر الواقع فلأن القضية محسومة فرنسا ومبعودها الذين أرسلتهم راحوا يتناقشون أيضا العلاقات دون أي والاستحقاقات المقبلة مع محاولة الوصول للرئيس سبون في مشهد واضح أنه انهتام وانهيار تام لفرنسا ونفوذها في إفريقيا ومحاولتها سريعا تدارك الأمر مع الجزائر بخصوص النيجر اتدع فرنسا للجزائر الآن سريعا لإعادة العلاقات وتجاوز ما حدث من خلافات مشهددة على الصلح مع الجزائر وتوريد تنسيق مع الرئيس سبون وطبعا هذا كله لأنهم منهسمون وطردهم شرط طرد من الحدود وتصدت لهم الجزائر ومنعتهم من دخول نيجر فطبعا لو كان نجح ماكرون في مهمته لما خدع للجزائر هكله إذ أن الجزائر رغم أنها تصدت له إلا أنه لا خيار له إلا محاولة الصلح وإصلاح الموقف والتراجع لكن يرى مراقبون أن الرئيس سبون لن يقبل طلب ماكرون لأن الجزائر لها قناعة تما بوجوب الإبتعاد كليا عن فرنسا بل وتدعو الدول الإفريقية لكسر كل أيدي الخارجية التي تعبت ببولانهم فالجزائر فقد الاتقام من فرنسا كليا خاصة وأنهم دائما ينقضون الوعود فور إحساسهم بالقوة فرنسا دولة لسؤثمن والقناعة لن تتغير منها نهيك عن كون الجزائر مضت أشوطا وابتعدت كليا في علاقتها معهم بتوجهها لحلفاء أقوياء ومحترمين وتقاوي يعملون بمصالح مشتركة دون غذر مثل ماكرون الذي غتر بالجزائر ونقض كثيرا للوعود وكان كذب كثيرا على الرئيس سبون والجزائرين حتى فيما يخص ملف الذاكرة والحركة وحتى أنه استفز الجزائر كثيرا وضعفه الآن هو من يدفعه للخطوع ومحاولة سرقا على الفشل فحقا للجزائر فرضت كلمتها وستطعت حماية النيجر وأفشلت كل مخططات فرنسا وأدلتها أول طلب فرنسا يرسم من الجزائر منذ قريص النيجر وماكرون يتوسل ويراوغ مع موقف مشرف وسري خسار من الرئيس سبون برد وقرار يصنع الحدث عربيا ودوليا لكن لن تصدق سدخل المغرب سريا وهكذا أنقضوا الموقف وسمحوا لمكرون بالمرور فماذا يريد الملك المغربي بهذه الخطوة؟ بداية يبدو أن ماكرون ملرق جيدا لكون كل محاولته الدخول هو والأكواس للنيجر صعب جدا بدون أخذ ومساعدة الجزائر وتركهم لظهورهم عند الدخول للجزائر اتفاجأ الجميع بأول طلب رسمي من الجيش الفرنسي للجزائر حيث طلبت فرنسا رسميا من الجزائر سماح لها بعبور الأجواء الجزائرية من أجل دخول نيجر عسكريا وتمرر عتالها وطلبوا منها الموافقة لبدء عبور الأجواء الجزائرية لأن الموافقة ضرورية فلو لم يأخذوها وعبروا فوق الجزائر سيسقط طائرتهم الجيش الجزائري فورا حفاظا على السيادة الوطنية وعلى الأراضي والأجواء الجزائرية الخرجة المشرفة هي في أول رد جزائري سارم والذي أحرج ماكرون حيث أبرزت الإدعاء الوطنية أن الرد الجزائري على الطلب الفرنسي كان سارما برفض عبور أي طائرة عسكرية للجيش الفرنسي أو عتاد آخر معلنة تحريم ومنع كل أجواء الجزائرية على جيش فرنسا برفض رسمي بل مع توعود بالردع والرد المدوي في حال ما إذا دخلت فرنسا والأكواس للنيجر وأحدثوا سوطرا ومسا للحضور الجزائرية المشتركة مع دولة نيجر الموقف الجزائري كان متوقعا ومشرفا وأشالت وتحدثت عنه العديد من الصحف العالمية ومحللون مشيدين بموقف الجزائر الذي لا يتزازع ومؤكدين أن الجزائر شرف إفريقيا ومثال للسيادة إلا أن المفاجأة الأخرى ولكن عكسية ومخيبة ومشينة هي أنه بعد أن رفضت الجزائر ومباشرة طلب الجيش الفرنسي تدخل المغرب فورا ووفق على الطلب الفرنسي معلنا للملك المغربي فتح كل أجوائه للجيش الفرنسي من أجل العبور للنيجر ورخص المغرب لكل طيران الفرنسي لفعل ما يشاءون وإنسان